والوقوف عند تطورات الملف العسكري ينضم إلينا من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة مرحبا بك سياد العميد يعني اليوم التقى سيد العبادي بالعمليات المشتركة ماذا وراء هذا اللقاء؟ هل هناك ربما نحن في المراحل الأخيرة للقضاء على تنظيم داعش؟ ماذا عن الصفحة المقبلة للمعاركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم وعلى مشاهدكم الكرام حقيقة بعد الانتصار الكبير اللي حقق أبطالنا في القطاعات المشتركة العراقية بتحرير مركز قضاء الحويجة والنواحي والقرى المرتبطة بي وأيضا فرض السيطرة بشكل كامل على سلسلة جبال الحمرين وسلسلة جبال مكهولة ومنطقة الفتحة السعدادات تجري على قدم وساق باتجاه تحرير ما تبقى من الأراضي العراقية التي لا زالت مقتصبا قبل عناصر التنظيم الارهابي لم يبقى أمام قطاعاتنا البطلة سوى فقط منطقة براوة والقائم والشريط الحدودي فكرة العمليات الخطط العسكرية والاستحضارات هي مستمرة بعد أن تستكمل كافة الاستحضارات ستكون هناك عمليات إن شاء الله باتجاه تحريرها وأيضا فرض السيطرة بشكل كامل ومسك الحدود العراقية السورية لمناء تسلل الإرهابين مرة ثانية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية يعني ما هي أكثر الصعوبات التي ستواجهكم في المرحلة القادمة من هذه المعركة خاصة موضوع حول الفرات وأن الكثير من عناصر داعش فروا إلى هناك وتحصنوا في تلك المناطق نعم صحيح هي المعركة نستطيع أن نقول عنها الكبيرة التي ستكون هي في القائم كون لا زال هذه المنطقة مفتوحة وهناك تواصل ما بين عناصر الإرهابية في الأراضي السورية والأراضي العراقية أعتقد دراوة ستكون عملية تحريرها أسرع لكن سيكون هناك عمل وجهد بعملية تحرير قضاء القائم لا زال منذ فترة هناك ضربات استنزاف وتجريد لقدرات عناصر التنظيم الإرهابي في قضاء القائم ومعلومات استخباراتية دقيقة أن نستهدف مقرات تواجد ومستودعات أسلحة وكذلك قيادات مهمة لكن في المحصلة النهائية سنرى إن شاء الله هزيمة هذا التنظيم الإرهابي على قطاعاتنا البطلة بعد أن اكتسبت خبرة كبيرة وهي تحرر المناطق بوقت قياسي قضاء الحويجة قضاء تلعفر هذه المناطق تم تحريرها بوقت قياسي بفعل الخبرة التي كسبتها القطاعات والاستحضارات والجموزية المعركة وأيضا تناغم والتنسيق ما بين جميع القطاعات المشتركة بالعمليات العسكرية نعم يعني باعتبار أيضا القوات المشاركة كما ذكرت أصبح لديها خبرة في القتال مع تنظيم داعش والتكتيكات التي يتبعها ماذا عن الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها في هذه المعركة ومن هي القوات المشاركة وماذا عن التحالف الدولي أيضا يعني أولا طبيعة المعركة وطبيعة جغرافية لقضاء راوة والقائم تختلف عن مناطق التي خاضت بها القطاعات العسكرية المعارك أراضي مفتوحة تتخلى لها بعض الوديان والطيات الأرضية الصالحة لتقدم الآليات والعجلات المدرعة نعم هناك بعض العوارض الطبيعية لكن نستطيع تجاوز هذه العوارض القطاعات هي متروكة اختيار القطاعات لسيد القائد العام القوات المسلحة باختيار قطاعات التي يراها مناسبة بعملية التحرير هي ضمن قطاعات العمليات المشتركة العراقية وفيما يخص التحالف الدولي لدينا تنسيق عالي مع قوات التحالف الدولي فيما يخص تبادل معلمات السخباراتية والضربات الجوية وكذلك التصاوير الجوية وأيضا موضوع التدريب والتسليح والتجهيز وهناك دائما غطاء جوي من قبل التحالف الدولي يقدم الإسناد لقطاعاتنا سواء قبل المعركة بالضربات الاستنزافية وحسب القدرات التي تبتلكها طائرات التحالف الدولي أو خلال العمليات العسكرية أيضا يساهم بتوجيه الضربات الدقيقة لعناصر التنظيم الإرهابي وهذا يأتي كله من خلال التنسيق الكبير التي تقود قيادة العمليات المشتركة وإشراف المستمر على سير العمليات العسكرية في سؤال أخير كم هي المدة المتوقعة لإنهاء هذه المعركة؟ يعني في قتال هذه المناطق وأنت تحارب عدو غير نظامي لا توجد مدة زمنية محددة إضافة إلى ذلك التوصيات التي صدرت من سيد القادة العام وكذلك من قبل قيادات العسكرية وعملية الحفاظ على رباح المواطنين نعم المدنيين لهذا نحن نتقدم بدقة نتقدم بحذر الغاية منه أن نحرر الإنسان قبل أن نحرر الأرض كذلك نحن نتعامل مع عدو غير نظامي متخفي يعمل بنظام الأصابات ويستعمل مصائد المغفرين المتمثلة بالأبوات الناسفة والتلغيم والعجلات المفخخة لكن في نهاية المطاف تحقيق الانتصار إن شاء الله بهمة الجميع سيكون قريب بتحرير هذه المناطق وإن شاء الله يعلن العراق خالي من تواجد عناصر تنظيم الرهابي عسكريا على يتقطاعاتنا البطلة نعم شكرا لك العميديح يا رسول المتحدث في اسم قيادة العمليات المشتركة كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من بغداد ترجمة نانسي قنقر